بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقح وقولي رب أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطان النصير في المبادرات الإيمانية اليوم ينبغي أن ندرك أن المؤمن نفع في كل مكان يقع فيه المؤمن كالغيث أينما وقع نفع بمعنى لا يمكن أن يكون المؤمن متقدما في واجبه الدين ومتأخر في واجبه الوطني لابد أن يسير في كل ميدان بما يرضي الله سبحانه وتعالى لاحظ معي أن القرآن الكريم يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال بعض علماء التفسير في هذه الآية كلمة جيدة قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم دورة الحساب يوم القيامة تكون في دورتين دورة لحاسب الإنسان عن عباداته الشخصية ماذا قدم لنفسه من صيام صلاة عبادات تخصه هذا السؤال الأول لكن الدورة الثانية للحساب ماذا قدم لأمته هل كنت منتميا لهذه الأمة هل ساهمت في أطفاء الحريق هل ساهمت في إنقاذ المرضى في إحياء الغرق في نجاتهم ماذا قدمت لهذه الأمة هل كنت عامل بناء أم مع ولا هدم هل كنت مع أم ضد هذه الأمة هذه قضية الانتماء يغفل عنه كثير من الناس القرآن أعطى إشارات لهذه المسألة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله عندما نادى بك الإسلام نادى بك من عمل وهي طاعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يبقى أخرجك من عمل إلى عمل ليس معنى ذلك أن السوق ضد المسجد لا السوق كان على باب المسجد المؤمن يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يبقى عندما يقول لنا المؤذن الله أكبر يدعون إلى المسجد لم يخرجنا من أمر هيا أخرجنا من أمر كبير لكن هناك ما هو أكبر علينا أن نميز بذلك الدنيا تسير مع الآخرة والإنسان ينبغي دائما أن يحرص على واجبه الديني وواجبه الوطني أن يكون منتميا لهذه الأمة لا يكفي فقط أن تكون صواما قطاما أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سرية وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسمع من هؤلاء السراء ماذا حدث معهم فقالوا يا ليتك يا رسول الله رأيت فلان صواما قواما ذاكرا قال من يصنع طعامه؟ قال نحن يا رسول الله قال من يغسل ثيابه؟ نحن يا رسول الله من يقضي أمره؟ نحن يا رسول الله قال كلكم خير منه يا سلام المبادر الحقيقية أن لا تكون أحادي الجانب سلبي لا الذي يعرف الله سبحانه وتعالى في محراب المسجد ينبغي أن يعرفه في محراب المصنع في محراب الفيزياء في محراب الكيميا هذا الدين دين نفاع للآخرين يجب أن تقوم بهذه الحركة جميعا لاحظوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما تمت الخلافة لأبي بكر وضع حتى دائما كانت الحكومة في رقابة الشعب وليس الشعب في رقابة الحكومة تعجب سيدنا عمر أن سيدنا أبي بكر كل يوم صباحا بينطلق إلى أعلى المدينة فيدخل إلى بيت ثم يخرج فذهب إلى هذا البيت فإذا فيه امرأة عجوز امرأة عجوز قال من هذا الذي يأتيك يا عم قالت هذا رجل صالح يأتي فيحلب الشا ويكنس البيت ويطعمني رضل عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر ثم أحب عمر أن يفعل ما كان يفعله أبا بكر فأتى إلى العجوز يكنس بيتها ويحلب شاتها ويطعمها ويطعمها فقالت له يا ولدي إن صاحبك الذي كان يأتينا كان يطعمنا التمر ويخرج النواة قال ليش مش ما أخذ بالك من النقطة هذه يا سلام قدم كانت في إمامة الناس وقدم في مساعدة الناس ليست العبر اليوم أن يكون الهرم مقلوبا أن يكون قدم في السياسة وقدم في السوق لأخذ أموال الناس أو لسرقة أموال الناس الواجب الوطني في المبادرة الإيمانية ينبغي أن يسير مع الواجب الديني وأذي الأمة ما زالت تعاني وستبقى تعاني إذا كان الفصام الشخصي موجودا فيها إيش الفصام الشخصي أن يكون العمل الديني في المسجد بعيدا عن العمل الاقتصادي والعمل الوطني خلوا بالكم من هذا الكلام فبعض الناس يتصورون أن الدين فقط هو في المسجد لا الدين لتأخذ التعليمات في المسجد ثم تنطلق لتبدأ حركتك مع إقامة الصلاة خارج المسجد أنت تؤدي الصلاة في المسجد لكن إقامة الصلاة في الإحسان إلى الجار في أن تكون رجلا نزيها في السوق في أن تكون صادقا مع زوجتك هذه إقامة الصلاة إقامة الحياء الدينية الحقيقية هو أن يسير المشروع الوطني والمشروع الديني جنبا إلى جنب لا خلاف فيه لكن تصور بعض الناس أن هذا الانشقاق في هذا المحور الزاوية أن هذا الشيء وهذا الشيء لا يلتقيان فهذا عجز وقصور عن فهم طبيعة هذه الرسالة الرئيس موبوتو الزائري زار موريتانيا يوما هذه القصة تحدثنا عن أشياء كثيرة لما زار هذه البلدة في موريتانيا الشعب الفقير وجد أن الرئيس الموريتاني كان في استقباله يلبس ثيابا متواضع أشفق عليه الرئيس موبوتو وفي خروجه أعطى أحد مرافقيه شك بقيمة خمسة مليون دولار وقال لأحد معاوني الرئيس الموريتاني أن هذا المبلغ هدية من الرئيس موبوتو لك شخصيا لكي تصلح من ثيابك يا رجل أنت رئيس دولة وأعطاه بعض العنوين لبعض مشاهير الأزياء في فرنسا اللي بفصل عندها موبوتو البدل والشياكة تبعته الرئيس الموريتاني مباشرة استلم هذا الشيء وأودعه لدى وزارة المالية وأمر ببناء مدرسة كاملة للعلماء المحتاج إليها موريتانيا لتخريج مزيد بين الطلبة والموهوبين والعلماء للقيام بالعملية التعليمية بعد عشر سنوات الرئيس موبوتو كان في زيارة إلى المغرب وعلم بذلك الرئيس الموريتاني أن موبوتو قريبا منهم فأرسل له رسالة يا ليتك تزورنا مرة أخرى في موريتانيا فعلا الرئيس موبوتو هو عائد من المغرب مر على موريتانيا فوجد أن الطريق كلها قد خرج الطلبة والمدرسين يحملون يفطاط مكتوب عليها شكرا موبوتو على الهدية استغرب وهو يقول للرئيس الموريتاني أنا لم أحضر معي هدية أنا جئتكم بناء على زيارة مستعدة يقول له أنت شفت اليافطة الكبيرة والطلبة اللي وقفين بجانب هذه المدرسة العظيمة هذه المدرسة التي تبرعت بخمسة مليون دولار قبل عشر سنوات تم بناؤها وتم تدريب المدرسين والطلبة وتعليمهم فيها لقد كانت موريتانيا محتاجة جدا إلى هذه المدارس لتخريج هذا الفوج من العلماء والطلبة نظر باستحياء الرئيس موبوتو إلى الرئيس الموريتاني وقال لو أننا نملك في أفريقيا مجموعة من مثلك أيها الكبير لكان قد انصلح أمر هذه القارة يقول له أنا موظف وأتقاد راطب من الدولة وثيابي تكفيني والحمد لله وأنا راض عنها لكن بلدي محتاج إلى ما هي أكثر من قضية ثيابي الرئيس الحسنة محتاج إلى لسان طيب من مدرسين ومن طلبة لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الحج فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد البئر المعطلة هي رمز لمنافع الناس لأن كل الناس تشرب من البئر لكن القصر المشيد اللي قامت عليه القيامة كان بيملك شخص واحد وذكروا القرآن أنه قصر مشيد لكن البئر معطلة إن بعض الحكام لا يعرفون الواجب الديني والواجب الوطني جيدا لقد استأثروا بممتلكاتهم ومكاسبهم في قصور مشيدة وأفسدوا البئر وعطلوها الحقيقة التي ينبغي دائما أن يفهمها المؤمن هو أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق إيجابي بكل محاوره بنفاعش أنا أكون ناجح في المسجد أراسب في البيت أراسب في عملي مع الآخرين سيء الخلق مع زوجتي أنا رجل محتال مع جاري لا هذا لا يتماشى مع قضية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأدب الحقيقي في قضية صنع الحياة وصنع الآخرة أن نتأدب بأدب من قال أدبني ربي فأحسن تأديبي الذي كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لذلك لابد أن يعود فينا في المبادرة الإيمانية صوته ربعي بن عامر وهو يقول جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة عندما نتخلص من هذا المرض الكبير الذي تسبب في أذية كثير من العقول هناك من يسجنون في أفكارهم سجن الفكرة وهذا السجن للأسف الشديد الذي يتعاطاه بعض الناس أخطر بكثير من السجن الذي يربى فيه يوسف ويربى فيه القائمون والحافظون لكتاب الله أن تسجنك فكرة سوداء مظلمة لذلك لما جاء رجل الإمام الغزالي قال له ديلي يا عم الشيخ أنا رجل يعني أفقد السيطرة على نفسي مبتلى بشرب الخمر فبكى الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وقال يا ولدي وأنا مثلك مبتلى لكن أنت مبتلى بخمر الدنيا خمر الماء وأنا مبتلى بخمر الهوى لا يستيقظ منه الناس إلا بين جدران المقابر هناك فرق بين من يشرب الخمر ويفيق منها بعد ساعات لكن المخمور بخمرة الدنيا بسكرة وشهوة المنصب والجاه هذا لا يمكن أن يستيقظ إلا بين جدران المقابر علينا أن نعيد حساباتنا في فهمنا لطبيعة الدنيا والآخرة الواجب الوطني كالواجب الديني نسأل الله يا من نبه النبي الغافلين نبهنا ويا من أصلح الصالحين أصلحنا ويا من عرف العارفين عرفنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين